السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة والملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله اقرارا بربوبيته وسبحان الله هضوعا لعظمته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله اصبحنا وبسم الله امسينا ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اللهم ان نسألك انك انت الله لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا نور السماوات والارض يا الله يا عماد السماوات والارض يا الله يا مالك السماوات والارض يا الله يا قيوم السماوات والارض يا الله يا وارث السماوات والارض يا الله يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة نسألك اللهم في هذه الساعة أن تنزل علينا جميعا وبدو الاستثناء أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا البركات اللهم أنزل علينا قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة الصلاح وقوة الاستقامة اللهم إن نسألك بركة تطهر بها قلوبنا أجمعين اللهم إن نسألك بركة تكشف بها كروبنا أجمعين اللهم إن نسألك بركة تغفر بها دنوبنا أجمعين نسألك يا رب بركات تشفي بها أسقامنا أجمعين نسألك اللهم رحمات تجد بها أحزاننا أجمعين نسألك اللهم فتوحات تجمع بها شملنا أجمعين نسألك اللهم إمدادات تصلح بها أمورنا أجمعين نسألك اللهم إكرامات تغني بها فقرنا أجمعين نسألك اللهم عطاءات تقضي بها ديننا أجمعين نسألك اللهم رحمات تدهب بها همومنا وغمومنا أجمعين ونسألك اللهم رضا تبيد به وجهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين يا من نجيت محمدا صلى الله عليه وسلم حين نسجت على الغار خيوطا عن كبوت يا الله يا من أمنت يونس وهو في بطن الحوت يا الله يا من حفظت موسى في اليم والتابوت يا الله ليس بعسيرنا عليك أن تحقق رجاءنا وتبلغنا مقصودنا يا رب كل من عنده حاجة في قلبه وضميره حاجة خير اللهم عجل له بالفرج اللهم عجل له بالفرج اللهم كل من كان مريض وسقيم أنت طبيبنا وأنت معالجنا شافنا أجمعين وعافنا أجمعين اللهم شافي وعافي رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا رحمن يا رحيم كل من كان فقير وكل من كان محتاج اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسع رزقا حلالا رزقا طيبة رزقا بغير كالدن وبغير جد رزقا سهلا مهلا من عندك يا رحمن إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه وإن كان رزقنا قليلا فكثره وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اجعل بيننا وبين الحرام حجابا مستورا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا مالك الملك والملكوت يا دلعزة والجبروت نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك نسألك اللهم أن تقضي حوائجنا أجمعين اقضي حوائجنا أجمعين اللهم ألف بين الأزواج والزوجات واجعل بينهم مودة ورحمة وألف ما بين الآباء والأبناء واجعل بينهم حب ومودة اللهم ألف بين جميع المؤمنين والمؤمنات كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين اللهم ألف بيننا جميعا كما ألفت بين الكتاب والسنة وانزع من قلوبنا حد الشيطان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سبحانك سبحانك يا خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شيء سبحانك يا خالق كل شيء كل من يحتاج إلى ذرية اللهم بشرهم بحمل قريب يا رب كل من تعذر عليهم الإنجاب يا خالق يا بارئ يا مصور أكرمهم يا رب العالمين بحمل قريب ودرية طيبة الله مرزق بالتوأم بالدكور والإنات واجعلها درية طيبة سليمة في بدنها ونفسها واجعلها الرزق الوفير والخير الكثير يا رحمن يا رحيم يا من علم الإنسان ما لم يعلم يا من رفع السماوات بغير عمد نراها ليس بعسير عليك ولا بعزيز عليك أن تقضي حوائجنا اللهم إن عبادك الفقراء المساكين سجدنا لوجهك العظيم ابتهانا وتضرعا ورجاءا اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا اللهم ارحم قلة حيلتنا اللهم ارحم هاوننا على الناس اللهم يا رب يا كريم اغفر لنا اغفر لنا ما فرطنا في جنبك العظيم اللهم اغفر لنا واستر عجوبنا وبدل سيئاتنا حسنات اللهم اجعلنا من أهلك واجعلنا من خاصتك يا رب اجعلنا من أهلك وخاصتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيط اللهم اقدلنا أمرنا كله ولا تكننا إلى أنفسنا الفتعين يا الله يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من أجاب نوح حين نداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه ليس بعزيز عليك ولا بعسل عليك أن تكرمنا بكرمك وتجود علينا بجودك اللهم اجل لنا بالفرج اللهم اجل لنا بالفرج اللهم اجل لنا بالفرج آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وسبحان الله هضوعا لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أصبحنا وبسم الله أمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم إن نسألك أنك أنت الله لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا الله يا عماد السماوات والأرض يا الله يا مالك السماوات والأرض يا الله يا قيوم السماوات والأرض يا الله يا وارث السماوات والأرض يا الله يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة نسألك اللهم في هذه الساعة أن تنزل علينا جميعا وبلن استثناء أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا البركات اللهم أنزل علينا قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة الصلاح وقوة الاستقامة اللهم إن نسألك بركة تطهر بها قلوبنا أجمعين اللهم إن نسألك بركة تكشف بها قروبنا أجمعين اللهم إن نسألك بركة تغفر بها دنوبنا أجمعين نسألك يا رب بركات تشفي بها أسقامنا أجمعين نسألك اللهم رحمات تجد بها أحزاننا أجمعين نسألك اللهم فتوحات تجمع بها شملنا أجمعين نسألك اللهم إمدادات تصلح بها أمورنا أجمعين نسألك اللهم إكرامات تغني بها فقرنا أجمعين نسألك اللهم عطاءات تقضي بها ديننا أجمعين نسألك اللهم رحمات تدهب بها همومنا وغمومنا أجمعين ونسألك اللهم رضا تبيد به وجهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين يا من نجيت محمدا صلى الله عليه وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت يا الله يا من أمنت يونس وهو في بطن الحوت يا الله يا من حفظت موسى في اليم والتابوت يا الله ليس بعسيرنا عليك أن تحقق رجاءنا وتبلغنا مقصودنا يا رب كل من عنده حاجة في قلبه وضميره حاجة خير اللهم عجل له بالفرج اللهم عجل له بالفرج اللهم كل من كان مريض وسقيم أنت طبيبنا وأنت معالجنا شافنا أجمعين وعافنا أجمعين اللهم شافي وعافي رب الناس أذهب البس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا رحمن يا رحيم كل من كان فقير وكل من كان محتاج اللهم ارزقنا وإياهم رزقا واسع رزقا حلالا رزقا طيبة رزقا بغير كد وبغير هد رزقا سهلا مهلا من عندك يا رحمن إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه وإن كان رزقنا قليلا فكثره وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اجعل بيننا وبين الحرام حجابا مستورا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا مالك الملك والملكوت يا دلعزة والجبروت نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك نسألك اللهم أن تقضي حوائجنا أجمعين اقضي حوائجنا أجمعين اللهم ألف بين الأزواج والزوجات واجعل بينهم مودة ورحمة وألف ما بين الآباء والأبناء واجعل بينهم حب ومودة اللهم ألف بين جميع المؤمنين والمؤمنات كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين اللهم ألف بيننا جميعا كما ألفت بين الكتاب والسنة وانزع من قلوبنا حد الشيطان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سبحانك سبحانك يا خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شيء سبحانك يا خالق كل شيء كل من يحتاج إلى درية اللهم بشرهم بحمل قريب يا رب كل من تعذر عليهم الإنجاب يا خالق يا بارئ يا مصور أكرمهم يا رب العالمين بحمل قريب ودرية طيبة اللهم أرزقهم بالتوأم بالدكور والإنات واجعلها درية طيبة سليمة في بدنها ونفسها واجعلها الرزق الوفير والخير الكثير يا رحمن يا رحيم يا من علم الإنسان ما لم يعلم يا من رفع السماوات بغير عمد نراها ليس بعسير عليك ولا بعزيز عليك أن تقضي حوائجنا اللهم إن عبادك الفقراء المساكين سجدنا لوجهك العظيم ابتهانا وتضرعا ورجاءا اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا اللهم ارحم قلة حيلتنا اللهم ارحم هاوننا على الناس اللهم يا رب يا كريم اغفر لنا اغفر لنا ما فرطنا في جنبك العظيم اللهم اغفر لنا واسترعجوبنا وبدل سيئاتنا حسنات اللهم اجعلنا من أهلك واجعلنا من خاصتك يا رب اجعلنا من أهلك وخاصتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيط اللهم اقضي لنا أمرنا كله ولا تكننا إلى أنفسنا الفتعين يا الله يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من أجاب نوح حين نداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه ليس بعزيز عليك ولا بعزيز عليك أن تكرمنا بكرمك وتجود علينا بجودك اللهم اعجل لنا بالفرج اللهم اعجل لنا بالفرج اللهم اعجل لنا بالفرج آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة